السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة طوب لوك أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو دياله هذا النهار يوم ان شاء الله كنقدم لكم حلوة بدون فرن راقية واقتصادية والديدة في المعضاق بسيطة وسهلة في التحضير ان شاء الله اتمنى الايجاب لكم لكي زر قناتي الاول مرة ما يساش يشترك فيها وفعل جرس باش يتوصل دائما بالجديد نمشيوا المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة اذا بسم الله نبدأ على بركة الله المقادر نحتاجه 250 جرام ديال الكوكاو او الفول السوداني محمر في الفرن ومهرمش على هات الشكل كاس كبير ديال البيسكوي انا قطعتو غيها كابين يدية وكاس كبير ديال جوز الهند او الكوك محمر في المقلة انا حمرته على هات الشكل حتى كيصبح اللون دياله مذهب ونصف كاس ديال الليسل العادي ديال اللي كنحضره في المنزل وتسعة القطاع ديال الشكلات الاسود اذا نمشيوا للطريقة كاول خطبة عادي ناخدو الليسل هاد نوضعه في كاسورونا ونخليوه يسخن غي يسخن ما نخليوش تاكي يغلى صفي هنا يبعد مسخنة العسل على هات الشكل هاد نضيف له دك تسعة القطاع ديال الشوكولات الاسود وكندوبه في العسل مزيان هاد هو باش هاد نجمعه للعناصر الجافة ولي ما كيف يفضلش هاد العسل مع الشوكولات يقدر يدير نيسلي كراميل او نيسلي عادي الحالي بالمركز المحلة انا فضلت انني ندير وصفة اقتصادية حتى هاد طريقة كجيزوينة هنا هيا غدي ناخد اينا غدي نوضع فيه هادك الكوكاو او الفول السوداني وجوز الهند والبيسكويت هاد نخلط هاد العناصر مزيان حتى ندام جمع بعد اياتها وهاد نبدي نجمع بذك الخليط ديال العسل والشوكولات سابقا نبقى نجمع الخليط حتى نتحصل على لوحة العجينة وقوم بتصميم الخليط وقوم بتصميم الخليط سابقا نجمع الخليط ضروري انها تكون مزيانة وانا ننشكلها على هاد الشكل كما كتشوفو كان نجمعها كتتجمع بكل سهولة هنا عادي ناخد مول ديال السيليكون انا استعملت هاد الشكل وانتو ما كسبقا ليكم الاحسب الرغبة وشكل اللي عندكم في البيت هنا يضوب شكلات الاسود قليل من زيت المائدة بشي سهل اللي انه يتشكل في المول سابقا نعمر هاد القوالب انا عندي هاد المول هادا ما كيهيش شوكولات بزاف إلا كان عندكم مول غارق بزاف ما تعمروش بالشوكولات تعمروغين نص دياله سافيوكم بدين نسرح الشوكولة مزيان باش تاخد شكل تعل مول عادي ندخلوها المجمد تكتشد راسها هنا بعد ما تلجات مزيان ديك الشوكولة او الشكل كيما كتشوفو كي يجيزوين بزاف هنا كناخد ديك الحشوة كنا نصرحها في المول ستاخد شكل دياله انتم ما تقدرو تديرو طريقة انكم تديروها بين جوج بلاستيكات وتصرحوها بدلاك ولا عندكم القطاع بنفس الحجم قطعوها بالقطاع لم تستعملو هاد طريقة هاد طريقة كتجي سهلة ويعني كفي ساكن وجتول حلوة صاف هاد ينستمر على هاد طريقة حسن كنمي القاها الخالط اللي عندي اشتري هنه يبعد ما اكملت قاها ذاك الخالط هاد يندخلها المجمي حتى تشد راسها وكتسهل علينا اننا نحيدها من المول كما كتشوفو هنه يندي ذاك القوالب الشيكولة اللي وجدنا في الاول وهناي الشكلات مدوب هاد يناخد شوية من ذاك الشكلات هاد يناخد شوية من ذاك الشكلات هاد انتم كما كتشوفوك يجي شكل زوين هاد ينعود معاكم حبة واحد اخرى هاد ينلسق بشيكولة هاد ينلسق بشيكولة ونعود على ثانين من جهة الاخرى صاف هاد ينستمر على هاد طريقة حتى نكمل قاها الحلوة اللي عندي ورجع ونتلاقوه في شكل نهائي صافي ونطرع اخبط اشترى اذا هاد ينال هذا هو الشكل النهائي انتم هاد ينهار كتجي لديدة بزاف الماضاق وراقية في المنظر وجدوها للطيوف ديالكم والمناسبات كذلك كتجي لديدة غادي تهمر لكم الوجه كنتمنى انكم تجربواها و تقولوا لي الرأي ديالكم في التعاليق ما تنسوش لك يشوف قناتي الاول مرة يشترك فيها ويفعل جرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات ديالي واللي يعجبوا الفيديو بارتجي مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل الفائدة دعموني بلايك ديالكم وشجعوني بتعاليق كذلك كنشكركم على المشاهدة والمتابعة نطلقوا فصفة جديدة ان شاء الله بصحة وراحة وماء السلامة